بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم. معكم مهان سلاق شعراوي من قناة الفون الجميلة والفنو التطبيق. النهاردة ان شاء الله جماعة نكمل محاضرات الاسم اللي عندها هنا. النهاردة عندنا المسقط الرأسي والمسقط الجانبي. ان شاء الله هنستنتج منهم المسقط الافقي. تمام? تعال مع بعض كده نشوف الرأس ما هتعملت زي. يلا بينا. اه طبعا لك مطلق الحرية تبتدي باي نقطة انت عايزها. طيب احنا في المحاضرات اللي فاتت كنا بنجيب من المسقط الافقي كنا بنجيب المسقط الجانبي صح? النهاردة هنعمل العكس. الاول كنا نمشي هنا افقي ونطلع بيها. لأ المرة دي هننزل بقى من فوق رأسي ونمشي افقي. تمام? بس دي الفكرة يعني. ممكن بقى نبتدي الاول بالقاعدة اهيه. بنزل بقى لحد زي خمسة اربعين. هنا بنزل رأسي بالشكل ده زي خمسة اربعين. ونخذهم افقي من المنظر ده. تمام? تمام. الاعدة انا بتكلم على الاعدة نفسها اللي هي دي اهي. تمام يا جماعة? اهي يا دي. طيب اعملها بس الجزء هتقلها بس الاول عشان ما تلخفينش في الموضوع. هنتقل بس يا جماعة البداية والنهاية اهي. ودي بخليها من نقطة كلها مبدئيا لان هيبان فيها جزء من نقطة اهي. يعني بتاع البداية والنهاية ودول من نقطتنا عشان فيه جزء من نقطة في الاكل. طيب. دي بقى كده احنا خلصناها من الاحدة. نمسك بقى الخط المائل ده. ادي بدايته هي. ننزل لخمسة اربعين اهو لزي خمسة اربعين. ودي نهاية اهو. انا بتكلم الخط المائل بس يا جماعة اهو. اللي هو ده. بعد كده ننصي مقفقي بالمنظر ده كده. تمام. تيدي بقى اتقل عليه من هنا. بالشكل ده. بص ده مستمر. لانه بص هنا ده مائل اوكي? هنا بدين حرف يو. تمام كده يا جماعة? تمام. يبقى انا بتقلته هو بالشكل ده. طب هو فين اخره? اخر اهو. الهو ده يا جماعة بص لازم ننزل كده من فوق اهو. من هنا. ده اخرك اهو. هو ده. والشكل ده. يبقى دي البداية والنهاية في المنظر ده يا جماعة اهي. وبدأ بداية ونايته اهي. تمام? هنا نفس الحكاية. بداية ونايته اهي. اللي هم الخطين دول. تمام? تمام. بعد كده نمسك بقى الجزء اي دي اهنا خلاص الخطة اللي عملناه. الجزء ده فين اهو. بص بقى هنا ده اللي هو الحتتين دول. فانزل من هنا كده كمان بالمرة. خط ده والخط ده. تمام? بقى اللي هين ده اخوة يا جماعة. من هنا لهنا. وده من هنا لهنا. تمام? هتقل علي بالمنزر ده كده هيصار معنا بالشكل يا جماعة. هنتقل هنا. ونتقل هنا. يبقى احنا كده بص رسمنا ايه? رسمنا الليين المال ده. اللي هو الخط المستمر. الخط ده. عشان هم حرف فيه. فدرجوا از انجم ببعض. اللي هو دي للطايرة ده فيه. حتين زيه بالزبط. تمام اللي هم دول. اوكي? اللي هم دول. بدايته ونهايته اهيه. بدايته ونهايته اهيه. بدايته ونهايته اهيه. هلاص? يعني هتقل بالشكل ده. بص هتقل بالشكل هتديني شكل حرف يو هنا. تمام? تمام. طيب نجيب بها ازاي حرف يو دي ازاي? بص يا جماعة اهيه. هننزل بالخط ده. شايفين? اللي هو المناقة ده اهو. لحد زي خمسة ربين. ونرسمه افك بالشكل ده. تمام. هو ده بعد دي البداية. بص بس باش معنز. حرف يو اللي هي دي صح? مش كده? اهو. تمام هو ده الموضوع. يبقى دي حرف يو اهيه هنتقل بس عليك بالشكل ده من هنا. وهنتقل من هنا. هيبين معنا الشكل وهو. وهبص على الحتة اللي انا قلت بنقاطة دي بالمرة. هنتقلها هنا. اللي هي بتاعة القاعدة. بص يبقى هنا دي الجزء بتاعة القاعدة اهو. اللي هو الجزء ده. ودي الحرف يو اهي. شايفنا عشان نعم بص من فوق. هل بقى لك. يعني ده خط ميل. وده في النص. تمامي? الخط ده كان مستمر. بص كده ونحن نعملها لك الطريقة بس ده خالص. لو احنا مسلا عملنا كده اهو. بالشكل ده. شايف الجزء ده اهو. تمام? وهدي الخط ده اهو. انتقلت هو الموقف ده. بص شايف الجزء ده يا جماعة اهي. دي اهي. تماما دي حرف اليو اهي اللي انت شايفينها. وده اللي المستمر اهو. صح? وطبعا دي مستمر كده. اوكي? تمام? وبكده يا جماعة يبقى الفيديو بتاعنا خلص. لو اعجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس اللي هيصل لك كل جديد. نورتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في القناة